دلوقتي نروح لموجز الأهم الأخبار مع ليندا تفضلي ليندا شكرا شازلي التاسع بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد البيان الختمي لمؤتمر دعم استقرار ليبيا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في الرابع والعشرين من ديسمبر من جانبها أكدت مصر أنها تواصل دورها في إيجاد أرضية مشتركة بين الأشقاء الليبيين كافة بهدف مساعدتهم على توصل إلى رؤية تنفيذية وطنية متكاملة تعالج جذور الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها ليبيا منذ عام 2011 جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري خلال المؤتمر وأضاف أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضي ليبيا يقف حائلا أمام استعادة ليبيا لسيادتها وحدتها كما يؤثر سلبا على الأمن القومي لليبيا خاصة وعلى أمن دول جوارها العربي والإفريقي عاما قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة إلى مدينة بنغازي الليبية لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى القنصلية المصرية في بنغازي وخلال الزيارة إلى بنغازي التقى شكري المشير خليفة حفتر حيث أكد دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا وما توليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم إطلاق حوار وطني يشارك فيه الشباب لمناقشة عدة موضوعات من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس جاء ذلك خلال أعمال مجلس الوزراء التونسي وأضاف سعيد بأنه بقدر حرصيه على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي مجددا رفضه كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس أو الإساءة إليها أعلنت وزارة الصحة خروج 819 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 271 792 حالة وأشرت الوزارة إلى تسجيل 883 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفارس و46 حالة وفا تعمدت أشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بقدس الأقداس داخل معبدي بأبو سنبل في ظاهرة تتكرر مرتين كل عام الأولى في الثاني والعشرين من فبراير والثانية في الثاني والعشرين من أكتوبر وذلك منذ نحو 33 قرن من الزمان وبدأ التعامد في الساعة الخامسة و53 دقيقة صباحا واستمر لمدة عشرين دقيقة حتى الساعة السادسة و13 دقيقة قطعت خلالها أشعة الشمس 60 مترا داخل المعبد مرورا بصلة الأعمدة حتى حجرة قدس الأقداس لتسقط أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في الهند ونيبال إلى أكثر من 180 شخصا وقالت مصادر محلية إن الأمطار غير الموسمية تسببت في فايدانات بمناطق متفرقة وقطع الطرق وتدمير المنازل والبنية التحتية في عدة ولايات أما رياضيا في الصديف الزمالك في السابعة مساء اليوم فريق تاسكر الكيني في إياب دور الـ 32 من دور الأبطال إفريقيا وكان الزمالك قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد عن طريق نجمه المغربي أشرف بن شرقي ليضع قدما في الدور المقبل نهاية مجزة تساعنا والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل